يعني امبارح خلاص بريطانيا خرجت رسميا من الاتحاد الاوروبي بعد فترة ثلاث سنوات ونصف من المحاولات قولي شايف التوقيت ازاي توقيت خروجها وهذه الخطوة شايفها ازاي في الحقيقة هذه الخطوة في اعتقادي هي تحدي لكن يمكن ان يتحول الى فرصة يعني هذا التحدي يتمثل في اشياء كثيرة اشياء سياسية اشياء امنية اشياء اقتصادية لكن ايضا يمكن يتحول الى فرصة كبيرة للشعب البريطاني التحديات في اعتقادي تبدأ من الاقتصاد يعني معروف ان الاقتصاد البريطاني انكمش او خسر حوالي ثلاثة في المية بحوالي يعني سبعين مليار جنيه سترليني في كل سنة من الثلاث سنوات ونصف اللحظة اشرت لها اثناء المفاوضات ما بين البريطانيا والاتحاد الاوروبي هيكون هناك مشاكل في المرحلة الاولى وربما حتى في المرحلة المتوسطة لان بريطانيا مثلا في موضوع زالغزاء متستورد اربعين في المية من احتياجاتها وصول هذه الاشياء الى المواني ودخولها بسهولة ويسر هذا امر يشكك فيه الكثيرون هناك بعض الصناعات العابرة للحدود مثلا مثل صناعة الصيارات البريطانية يمكن ايضا ان تتعرض لبعض المشاكل حتى الحاجات الكبيرة زي مثلا شركة ايرباس شركة ايرباس معروفة ان شركة الطيران الاوروبية بتصنع كل شيء في مكان معين من دول الاتحاد الاوروبي معروفة 15 الف وظيفة بريطانية بريطانيا من تصنع الاجنحة لهذه الطائرات كل ذلك يمكن ان يتأثر ويمكن ان يتوقف لكن في نفس الوقت هناك من يتحدث عن ان بريطانيا استقلت من جديد لان معروف ان البريطانيين من الاساس هواهم ليس هوا اوروبي يعني بمعنى عندما سئل تشيرشيل عن ان اوروبا تريد ان تعمل تكتل مع بريطانيا قال كيف لبريطانيا العظمة التي لا تغرب الشمس عنها ان تتلقى الاوامر من قرية صغيرة وكان يقصد بروكسل لما الاتحاد الاوروبي بدأ بمؤسسات الاولى سنة 1951 بريطانيا لم تنضم ولم تفكر في الانضمام حتى اول مرة فكروا الانضمام سنة 1963 وما دخلوش الى سنة 1973 يعني هم اليوم 47 سنة فقط في الاتحاد الاوروبي وخلال 47 سنة دايما يقال على البريطانيا انها مثل لاعبة الباليه تريد ان تضع قدما في لندن والقدم الاخرى في بروكسل بمعنى البريطانيا ليها تأشير الوحدها ليها عملة خاصة بيها حاجات كتير العلم العلم البريطاني عمره ما دخل في العلم الاوروبي وهكذا كل ذلك يؤكد ان البريطانيين عندهم رغبة في ان يسيروا في مصار مختلف لكن هناك يعني محور ثابتة او علاقة ثابتة بيقولوا بقدر ان يمد العم الامريكي يده الى بريطانيا تنجح بريطانيا وفي نفس الوقت تبتعد عن اوروبا لكن اذا كانت هذه اليد الامريكية ليست بذات الهمة كما يتوقعها البريطانيون وكما توقع تحديدا مئيس الوزراء بورس جونسون سوف تكون يعني جدالية العلاقة ما بين بريطانيا ودول الاتحاد الاوروبا